السلام عليكم أساطير HD Action أبطال فيلمنا النهاردة مجموعة من الصحاب بيتجمعوا بعد وقت طويل علشان يخيموا سوا في مكان مهجور لكنهم بيتفجؤوا أن كل واحد على صدر أمبيلة هتنفجر بعد وقت معين والحل الوحيد أنهم يخلصوا على بعض ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم بيبدأ فيلمنا مع راجل متكتف في شجرة في الغابة وبينزف من كل حتة وبيظهر قدامه شخص بيفضل المسدس اللي معاه وبيحط الطلاقات في جيب الشخص المربوط وفجأة بيفعل أمبيلة موجودة على صدره هتنفجر بعد وقت معين ومش بيكتفي بكده لا ده كمان بيطعنه بسكينه في بطنه وبيغم وشه وبيسيبه وبيمشي وهو بيصرخ في نفس الوقت ده مجموعة من الأصدقاء بيقرروا أنهم يتجمعوا بعد سنين طويلة علشان يخيموا شوية في الغابة وصاحب فكرة المكان ده هو بوبي ورغم أن الكل شايف أن المكان ده في العدم حرفياً ومحدش يقدر يوصلهم إلا أن بوبي بيعرفهم أن ما قدرش يحجز في أي فندق قريب منهم بسبب أن في مباراة كبيرة والكل مشغول بيها في المدينة وبيبقى معاهم واحد اسمه كاتو بيخاف من الحشرات جداً والكل بيفضل يتنمر عليه بسبب الموضوع ده لكن حبيبته أمبر بتأكد للكل أن تعافى من الفوبيا دي خلاص ولما بتيجي سيسي تقوم بيسألها حبيبها إزرا رايحة فين لكنها بترد عليه بطريقة وحشة وبيباني أن في خلاف بينهم وبيباني أن مجموعة الأصدقاء المكونين من 9 أشخاص دول كانوا بيعملوا كل حاجة غلط أيام السنوية من ضمنها أنهم كانوا بيرخموا على أغلب المدرسين بتاعهم وفي الوقت اللي فيه سيسي كانت بتاخد عقار مهدئ بتجي لها أمبر تتكلم معاها عن موضوع إزرا فبتقول لها سيسي إنها شكة في إزرا إنه بيخنها لكنها مش عايزة تسيبه حابة تشوفه هو متوتر وبيعتذر لها كل شوية كده أما الوحيدة في الجروب ده كانت هي إيرن اللي بتروح لها العبقرية رايحة علشان تتكلم معاها شوية وبنعرف إن حبيب إيرن اللي اسمه كايلب مات من كام سنة والحد دلوقتي مش قادرة تتعافى من الموضوع وبيفضل إزرا يكسر في الخشب شوية علشان يطلع غيله لحد ما بيجيله نجم الروك الصاعد بيجي اللي بيبقى حبيب رايان وبيحاول يتكلم معاه لكن إزرا بيبقى شخصة عنيد جداً وبيفضل يشتم في بيجي وبيأسخر من الشغل بتاعه في المزيكة ولما بيلاحظ كاتو إن رايان عملت بص ناحية بيجي بيتدايق وبيفضل يقول لها إن بيجي شخص مش مسؤول وما يعرفش إيه اللي عجبها فيه ولما بتدايق رايان من كلامه بترمي عليه المشروب بتاعها وفي الليل بتقوم إيرين تتمشى شوية وبتلاقي كشاف واقع على الأرض وبمجرد ما بتمسكه بتلاقي شخص مجهول في المكان فبتحاول تهرب منه لكن الشخص ده بيقدر يمسكها وبيهددها بالمسدس علشان تنزل على الأرض ويعرف منها إذا كان باقي صحابها نايمين ولا لأ ولما بيتأكد إن الكل نايم ومحدش يعرف بوجوده بيطلب منها تغمض عينيها وبيديها ضربة قوية جداً علشان تفقد الوعي وبيفوق الكل بعدها وهما مصدومين من الأجهزة الموجودة على صدرهم وبتلاحظ رأيان إن في حد استخدم غاز مناوم علشان ينايمهم كلهم ويقدر إنه يربط لهم الأجهزة دي يارين ما بيكونش فهم إيه اللي بيحصل وفي حالة من الصدمة لحد ما بيظهر الشخص اللي عمل كده قدامهم وساعتها الكل بيتفاجأ ده السيد بيترسون اللي كان بيدرس لهم في المدرسة السنوية زمان بيعرفهم إن النهاردة هيبقى درسهم النهائي ويعقاب ليهم على موت ابنه الوحيد كايلب وبيعتذر لإيرين إنه جرها للموضوع ده لكنه كان مضطر وفجأة بيترسون بيفعل الأجهزة اللي على صدرهم وبيعرفهم إنه مقدرش يتعافى من موت ابنه ومراته حاولت تنتحره علشان كده الكل لازم يتعاقب والنهاردة بس هيعرفوا مين الصديق الحقيقي ومين المزيف وبيأكد للكل إن شخص واحد بس هو اللي هيخرج من الغابة دي حي وبيضرب نفسه بالطلقة الوحيدة في المسدس وبيقع ميت على الأرض واستحالة من الزهول محدش فاهم إيه اللي بيحصل وعلى طول رايان بتدور في الشنطة بتاعت بيترسون وبتلاقي تليفوناتهم لكن مفيش شبكة خالص في المكان لحد ما إيرين بتنبه الكل إن الأجهزة اللي عليهم دي عليها مؤقت عد تنازلي والغريب إن مش كلهم معاهم نفس الوقت وفي ناس وقتها أكبر وناس وقتها أقل وطبعاً لما بيحاولوا يخلعوا الأجهزة من على صدرهم بيفشلوا لأنها مربوطة بإحكام ولأن بوبي مختفي ومحدش عارف هو فين بتخمن رايان إنه تعاون مع بيترسون علشان يجيبهم هنا ويحصل لهم كده وبيتفقوا إنهم محتاجين يدوروا على العربيات بتاعتهم علشان يخرجوا من المكان ده بأقصى سرعة وبيطلبوا المساعدة المتخصصة وإزرا بيقرر إنه ياخد المسدس الفاضي من جثة بيترسون ويحتفظ بيه تحسباً لأي حاجة وأثناء مكان ماشي في الغابة بيلاقي بوبي مربوط قدامه فبينده على الكل علشان يحضروا عنده بسرعة وقبل ما يحرروا بيقرروا إنهم يسألوا الأول عن اللي بيحصل ده خصوصاً إن بوبي معاس كينة في ظهره ومحدش عارف هو عمل إيه حبيبي بوبي تشي عايزة تفكه بسرعة لكن الكل بيقنعها تستنى شوية وبالفعل بيعترف بوبي إن بيترسون صوره وهو في أوضاع مخلة وهدده إنه لو ما جمعش الصحابه في المكان هنا هيفضحه لكن بوبي ما كانش يعرف إن الموضوع هيكبر بالشكل ده ولما بيسألوه عن الأجهزة اللي على صدرهم بيفهم إن بيترسون ما قال لهمش القواعد وبيأكد لهم إنه هيعرفهم كل حاجة لما يفكوه لكن بمجرد ما بيفكوا بوبي بيلقوه عايز يهجم على واحدة فيهم ويقتلها محدش بيبقى فاهم حاجة وبيحاولوا يسيطروا على بوبي ساعاتها بيقول لهم إنهم مش أصدقاء وكل اللي بيحصل ده بسبب كايلد وأول ما وقت بوبي بيخلص الجهاز بيتفعلوا بينفجر واستصدمة من الجميع خصوصا إنهم فهموا لو الوقت خلص منهم إيه اللي هيحصل خلاص والكل بيطلع يجري وبيحاول إزراء يطلب من سيسي تفضل معاه لكنها بترفض وبتعرفوا إنه خانها وهي متأكدة من ده وبسبب كده مش هتمشي معاه وهتتحرك مع صحابها وبيقف بيجي مع رايان وهو متوتر وخايف وبيطلب منها تساعده يخرجه من اللي هم في ده وقتها بتظهر شي من وراهم فجأة وبيخاف بيجي وبيضربها بالكشف بمنتهى القوة وهو مش واخد باله علشان تقع شي سيحف دمها على الأرض وبتموت وبمجرد موتها جهزها بيطفي والوقت اللي كان فيه بيتنقل لبيجي من غير ما ياخد باله ولما بيتجمع الكل مرة تانية وبيعرفوا باللي عمله بيجي بيتضيقوا جدا لكن بيجي فعلا ما كانش يقصد يعمل كده وبيفضل يبكي ولما بيلحظوا الوقت اللي زاد عندي بيجي بتفهم رايان ان علشان بيجي كان قريب من شي وهي بتموت الوقت بتاعها تنقله وده عن طريق تقنية ما وساعتها الكل بيفهم ان الهدف من اللعبة دي انهم يقتلوا بعض علشان ياخدوا أكبر وقت وممكن يطلعوا من الغابة بسلام وبيبقى إزرام يضايق من اللي بيحصل وعايز يستعد علشان لو حد فكر يهجم عليه وبتحاول رايان تعرفهم انهم لازم يتحركوا بسرعة لان الوقت أصبح مورد ثمين دلوقتي لكن الكل بيبدأ يشك في بعضه خصوصاً ان اللي وقته هيقرى بيخلص خلاص ممكن يعمل اي حاجة المهم انه يفضل عايش وفجأة بتظهر قدامهم شي وبتحاول تخلص على حد فيهم لان وقتها خلاص بيخلص لكنهم بيطلعوا يجروا فوراً من المكان ووقتي شي بيخلص وبتنفجر زي ما حصل مع بوبي وبيبدأ الكل يدرك ان الموضوع هيخرج عن السيطرة ولازم ياخدوا حذرهم وإلا ممكن يموتوا في أي وقت وبيطلع إزرا يجري لحد ما بيلاقي إيرن قدامه وبيبقى عايز يكون ثنائي معاها لكن إيرن بتبقى خايفة منه لأن حبيبته نفسها مش بتثق فيه لكن إزرا بيفضل يبرر لها موقفه بيأكد لها أنه مش هيئزيها مهما حصل لكنها بتوافق لما بينبهها إزرا إن وقتها أقل من وقته أصلاً وهو للمفروض يخاف منها وأثناء بحث رايان وبيجي عن أي حاجة تفيدهم بتشوف الخاتم اللي كان جايبه بيجي علشان يقدمه لها ومش بترضى تقوله علشان ما تبوزش اللي كان مرتبه بيجي وبيتفاجئوا بسيسي بر الخيمة مسكة سكينة فبيخافوا وبيستخبوا علشان ما تحاولش تهجم عليهم ولما بتسمع صوت كاتو من بعيد بتقرر تهجم عليه وبتديله بالسكينة في رجله أمبر مصدومة من اللي بيحصل وبتطلب من سيسي توقف اللي بتعمله لكن سيسي عازمة جداً وبتبقى خلاصها تموت كاتو لكنه بيصدمها وبيعرفها إن أمبر حبيبته هي اللي كانت بتخنها مع إزرا ساعتها سيسي بتتجنن إن صاحبتها المقربة هي اللي خنتها وبتتجه ناحيتها وبتسيب كاتو يجري وقتها سيسي بتتجنن وبتضرب أمبر بالسكينة في بطنها وبتفضل تعتذر وتعيط بعدها بسبب اللي عملته لكن أمبر بتتحامل على نفسها وبتطلع السكينة وبتتبحها في الحال علشان تاخد وقتها وبيرجع كاتو مرة تانية بعد ما جاب مطرقة وبيتفاجئ إن أمبر عايشة وكمان بتقوله إنها قتلت أعز صديقة عندها خلاص ودلوقتي مستعدة إنهم يلعبوا اللعبة بالكامل ويخلصوا على باقي الموجودين علشان يخرجوا من هنا مع بعض وبيتفق الثنائي وبيبدأوا يدوروا على البقيين علشان يخلصوا منهم وبتقدر رايان تلقوا الشبكة وبتتصل على تليفون أبوها الشرطي لكن الغريب إنه مش بيرد عليها فبتتتبع رايان مكان الموبايل بتاعه وبتتصدم إنه قريب منهم في الغابة في نفس الوقت اللي فيه إيرن بتلاقي الشخص المربوط في الشجرة وبنكتشف إن ده يبقى أبو رايان وبيعرفوا منه إن بيترسون فضل يدور وراء موت ابنه لحد ما تأكد إنه ممتش موتة طبيعية وبسبب كده عايز ينتقم منهم كلهم لإنه واحد منهم كان السبب في موت ابنه في نفس الوقت بيجي بيسمع كاتو وهو بينده عليهم فبيقرر إنه يروح يتكلم معاه لإنه صديقه مستحيل يعمله حاجة وبيتحرك رغم تحذيرات رايان ليه وبمجرد ما بيقابله بيحاول كاتو بكل الطرق إنه يخلص على بيجي فبيحاول بيجي يهديه وبيفكروا إنهم صحاب مقربين لكن حتى أمبر بتهجم على رايان بهدف قتلها وإيرن بتنجح إنها تضرابها وتوقعها بعيد عنها في نفس الوقت بينجح كاتو إنه يمسك المطرقة وبيضمر إيد بيجي تماماً بيها بس قبل ما يخلص عليه نهائي بيقدر بيجي إنه يضرابه ضربتين في رجله المصابة وبيطلع يجري لإنه مش عايز يقتله أما آزرا فبيشوف الطلاقات مع الشرطي وبيعمر المسدس اللي معاه وبيقرر يخلص عليه علشان يريحه من عذابه وبتتصدم إيرن من اللي حصل لكن علشان آزرا يثبت حسن نيته بيديها المسدس معاها وبيقول لها إنه خلاص فهم مين اللي كان السبب في موت كايلبو هيتصرف وبيسيبها وبيمشي وبتفضل إيرن تتحرك لحد ما بتشوف بيجي ورايان قدامها وبتتصدم رايان لما بتعرف اللي حصل لأبوها لكن لما إيرن بتأكد لها إن أبوها قال لهم إن في جهاز تحكم في القنابل دي مع بيترسون بيقرروا إنهم يروحوا ناحية الخيام من تاني علشان يفتشوا جثته في الوقت ده إزرا بيوصل لكاتو وبيتهموا إن كان السبب في قتل كايلب خصوصا إن كاتو أيام الثانوية كان بيتاجر في الممنوعات وأكيد حطله حاجة في المشروب وبيفضل إزرا يديله لكمات قوية جداً رغم إن كاتو بيعرفه إنه ما عملش حاجة لكايلب وبيبقى وقت إزرا خلاص قرب يخلص وبيكمل ضرب في كاتو بمنتهى القوة لكن فجأة كاتو بيضربه وبيوقعه على الأرض وبيحاول يقتله لكن إزرا بيقوم بسرعة وبيلاقي كاتو مستسلم وبيطلب منه يخلص عليه بس أول ما بيقرب إزرا منه بينجح كاتو إنه يغرس الحديدة في جسمه وبيخلص عليه وبياخد وقته وبيوصل بيجي اللي بياخد المسدس من إيرن وبيطلب منها ترجع على الخيمة وبيوقف قدام أمبر وكاتو وبيفضل يقول لكاتو إنه في طريقة ممكن يخلصوا بيها من اللي هم فيه من غير ما يموتوا لكن كاتو مش بيسمع له وبيهجم عليه بمنتهى القوة ولما بيتصدى ليه بيجي بيخداعه كاتو وبياخد المسدس وبيديله طلق في دماغه علشان يقع بيجي هو كمان ميت وبيقرب كاتو من جثته علشان ياخد الوقت بتاعه وبيتجنن كاتو وبيقرر إنه يخلص على أمبر هيئة كمان علشان وقته يزيد وبينزل عليها بالفاس بمنتهى الوحشية لحد ما بيخلص عليها تماماً وبتوصل رايان بعدها لجثة بيترسون وبتاخد الجهاز من جيبه وبتضغط عليه لكنها بتفهم إنه مجرد خدعة ونزل الوقت بتاعهم علشان يبقى كله زي بعضه وبتتفاجأ رايان وإيرن من كاتو اللي بيظهر قدامهم وبيعرفهم بقتله البيجي وأمبر وخلاص ما بقى شا لهم ساعتها بتتجنن رايان وبتوريله الخاتم اللي كان هيقدمه لها بيجي وهو حرمها من ده وبتطلع السكينة وبتغرزها في كتف كاتو فبيقع منه المسدس وبتاخده إيرن وبتطلع تجري مع رايان بسرعة وقتها رايان بتعترف لإيرن إن هي اللي حطت ممنوعات في مشروب كايلب علشان تتخلص منه لإنه كان شاطر جداً وهي كانت عايزة تاخد المنحة الدراسية مكانه وفجأة بيظهر كاتو وبيغرس السكينة في عين رايان علشان تقع على الأرض بتموت لكن بآخر قوتها بتقرب من إيرن علشان تموت وهي قريبة منها والوقت بتاعها يتنقل لإيرن طبعاً كاتو بيتصدم وبيبقى عايز يخلص على إيرن لإنه وقته خلاص بيخلص وهنا إيرن بترفع السلاح عليه وبتضربه طلقتين في رجله علشان ما يقدرش يتحرك وبتطلع تجري تستخبه وبمجرد ما بينتهي وقت كاتو بينفجر في الحال وساعتها بس الجهاز على صدر إيرن بيقف لإن هي اللي كسبت في النهاية وبتطلع على الطريق بتلاقي عربية وبتطلب منه يساعدها لكن الراجل بيمشي وقتها إيرن بتبص ناحيته بصة كلها شر كأنها قررت إنها تتخلص منه وتاخد العربية وتنجو بحياتها من أبشع ليلة شافتها في عمرها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action